تجربة The Voice أنا سعيدة أنا سأكون مرتاحة أكثر مع المساحة بالفيروم لأنه لا يوجد هذه المساحة على المساح الأساسي من مائلة ثانية تجربة The Voice بجزء كبير وكثير مهم هي الفيروم لأنه أصلاً سرنا كلنا على السوشال ميديا بس تشوف أن شركة ببسي شعلت الوابسايت وحطت بداية فيسبوك دوت كوم سلاش ببسي بتعرف قداش تغيرت الدنيا قداش مهمة السوشال ميديا لأنك يجب أن تساهم الناس ليصوتوا وليتفاعلوا معك على السوشال ميديا كرمال المواهب والكثير منهم بالعالم العربي قاعدين على لابتوبهم ويتفاعلوا معنا أونلاين يعني الفيروم برأيك تساهم بزايد التصويت لبعض المشتركين؟ مئة بالمئة، ما عندي شك واحد بالمئة بمجرد ما أنت تكتب واحد سويت أو واحد أو صورة واحدة على انستجرام أنت عم بتخلي ناس ثانية تشوفه وعم بتشجعين وليصوته لشخص اللي أنت بديك ياه فهيدي اسمه فيرل إفاكت يعني إذا بديك أونلاين وأكيد تصير كتير كبير بشوي من خلال وجودك بالفيروم عم بتشوف المشتركين كيف عم بتفاعلوا مع جمهورهم عبر السوشال ميديا سوفيننا شوي شعورهم كيف بيكون بس يلاقوا حدا عم بتفاعل معهم تعافي سامع الغنيين يعني هيك بيضلوا قدمة مبسوطين من الدعم اللي عم يصل لهم المواهد بس يكونوا بالفيروم لترالي عصابهم يعني منح حملتهم يعني عن جد هيدا هيدا خطوة كتير كبيرة إلهم فبس يقروا كلم حلو بس يقروا تشجيع بس يقروا هالدعم تغريدات الدعم والسوكورت اللي عم يتلاقوا عم بيحصوا ديرز بيج فاميلي اجلوبال فاميلي حواليهم اندي نيدد ديري نيدد نحنا كلنا بيحاجة لدعم بحياتنا فكيف عم يصلك دعم الهلكة الهائل من الناس هتكفي بمسيرتك الأعلمية او معقول نرجع نشوفك بالتمثيل ما فيشي مش معقول انا عندي بس للاكيد انه انا كتير مرتاحة بالتقديم كتر خير الله نجحت فيه وبعدنا شايفة لقدام فرص اكبر بكتير بعض فيشي قريب؟ انا اعرف انا ما بعثشي نوهير نوسبيك نوسي ما بعرف نادين كيف تتحدري لطلالتك الأسبوعية ب The Voice هل هي شوية بتكون بتحاكي العالم ع السوشال ميديا يعني بتكون قريبة منه شوية اكتر عم جارة بكون انا وحشي 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 بيظاف اكبر بإناطايا انت تحضر تقديم فيه كانت تحضر تحتاج صحة لابد شكرا